باستئناف الرحلات من وإلى مطار سطيف فقد تم إلغاء الرحلات الجوية المتاجهة من وإلى مطار محمد بوضياف بقسنطينا أين عبر المسافرون عبر الخطوط الجوية الجزائرية عن استياءهم من إلغاء رحلاتهم نحو فرنسا متسائلين عن سبب الإلغاء في الوقت الذي لم يتسنى فيه أو في الوقت الذي تسير فيه باقي الشركات الجوية بشكل عادي هذا واعتبر المسافرون أن الإلغاء غير المبرر للرحلات الجوية عطل مصالحهم التغطية لأحمد بوطاف تغطية لأحمد بوطاف تغطية لأحمد بوطاف تغطية لأحمد بوطاف تغطية لأحمد بوطاف أخبرناه يقولون أنه لماذا لهم أنه يمكن أن يقولون أني سألتها يقولون أنه مجدسة ولكن يقولون أنه يتجاز في ذلك يجب أحبا ويقولون أنه ونحن فقط وليس للمشاهدة ولكن أجد أن أتتتعلم ونجد أن أتتتعلم